فكرة الكتاب جاءت من اقتباس من واحد صديق في المهنة وهو جون بيتل واحد سكوتلندي أخرج الكتاب على اليومية ديالو كان يسجل كل ما يقع يوميا في الكتاب وباعي كتب اسكوتلندي قرأت الكتاب واضطرعت عليه وجدت أن الفكرة مواتية فقلت بحكم خبرتي في الكتاب من ثلاثين عام تقريبا كين ما يوفيد كين بحكم اللقاء دينا مباشر مع المؤلفين يوميا كنكتشف قرأ جدود طرائف ونوادر في عالم الكتاب المشاكل اللي كعانيها الناشرين العلاقات لباعي الكتب أو الدور المهم لكيقوم بباعي الكتب في التنسيق ما بين المؤلفين والناشرين والقرأ قلت لما لا أنه نفس المنحة لجون بيتل ولكن أركز على ما هو ما يوفيد القارئ ونحطه على شكل قصص قصيرة يكون مرر من خلال واحد من جموعة الرسائل إما إشارة إلى كتاب إما التعريف بكاتب كان مشاكل في التوزيع مشاكل في التوزيع كبير أحياناً كانت تلقى كتاب ضعفة في وجزة ما تلقاش في الرباط كانت في تنجامة أحياناً بعض دور ناشر عندهم مشاكل في التوزيع كتاب لا يوزع بالشكل المطلون فكان إشكال كبير في التوزيع من 1990 ابتدأ في مكتبة مرنان العرفان مكتبة دي الوجهة في المصالح اللي في شارع الله بن عبد الله من وراء شرم فاحتكينا أستينا كبار مهنيين في الكتاب منهم عبد المجيد الوافر منهم عبد مصطفى الناجي الله رحمه منهم عبد الرحمان الشتور هؤلاء ناس كانوا مهنيين في الكتاب فالقراءة مشروع القراءة بدأ في ذلك الوقت يعني حاولت تركز على أنواع من القراءات القراءة الشخصية فيها روايات وكتب فكر إسلامية وقراءة ببلوغرافية بمعنى حاولت نرصد أهم الكتب اللي عندها علاقة ببلوغرافية مثلا الفهرست المنديم كتاب مهم يتكلم على ما صنفة ومؤلفة كتاب كشف الضنون لحاج خليفة في أسماء الكتب والفنون كتاب كشف اصطرحات الفنون التهنوي كتاب أبجد العلوم القنوجي كتاب لمحات في المكتبة والمصادر واتصنف محمد عجاج الخطيب الأعلام كتاب الأعلام كتاب المعسول المختار السوسي كتاب أعلام المغرب العربي محمد عبد الوهاب المنصور كتاب الأعلام بمن حلب مراكش وأغمات من الأعلام تجدت إلى قراءة الببلوغرافية أو علم علم الأعلام تراجم والأعلام فاستهوتني هذه القراءة فكونت عندي وحدة رصيد كبير طلع على مصادر على أهم مصادر مصادر الكتب التي طبعت ولم تطبع نظر على الكتاب المصادر العربي لتاريخ المغرب لمحمد منوني قاباس من عطا المخطوط لمحمد منوني الكتاب لأبد الرزاق الأستاذ أبد الرزاق حول الكتاب الحجري أو مطبوعات الحجرية بالمغرب وكتابه الثاني مملكة الكتاب هذو كتابات البلوغرافية يتيحوا لك الكتاب أن تطالع على ألاف الكتب والمصادر بحيث بحيث تأخذ فكرة عليها بدون ما تمتلكها هذه القراءة البلوغرافية فدتني كثير وعطتني واحدة 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 مادة يعني تخليك أنك مع القارئ كيفما كان من نوعه كان يحضر أطروحاته والدكتورة ولا كان مصدر ولا كان باحث قارئ عادي ولا كان قارئ محترف تحول إلى ناصح له وإحالته وإضافة إلى هذا المواكبة المواكبة لكل ما هو جديد لا في المغرب ولا في المعارض معارض الدولية معارض القاهرة معارض الرياض أنت على الاتصال المباشر مع ما صدر حديثاً فتصبحوا مرجعاً مرجعاً الأساتذة مرجعاً القراءة نخبط المجتمع المغربي تقريباً لمستها وعيشتها وكان للشرف اللي قائمهم منهم المفكر أو الروائي الكبير حسن أريد لنضبط له أكثر من خمس توقعات حفلة التوقع الدكتور سعيد بنغراد أستاذ السيميائيات أستاذ عبدوهم منصور رحمه الله كما عرفته الأستاذ الإعلامي الكبير عبدالقادر الإدريسي اللي كان اللي كان يعلمونا كيف نقرأ وكيف نتصفح وكيف نتصفح وكيف نتصفح فعدو من بين الأعلام اللي وغيرهم كثير ذكرتهم في الكتاب في بداية التسعينات كما قلت لك حنا نشوف الكتاب وفكريين يومياً نطلقو كان عندي لقاء مع الدكتور ما يطولون في العمر طهد رحمان ومن عادتي أقدمه كل ما هو جديد للزوار فنصحني الأستاذ السعب الرحمن شتور رزاة الخيرين قال لي الأستاذ تعطيه جديد كل ما هو جديد فأجمعت واحد المجموعة العناوية وجيت نوريهم ليه بما فيهم كتابه فمن قدمت ليه كتابه تبسم وقال لي ما هو هو تبسم فقط ولكن السعب الرحمن قال لي أنا متعرف كونه هذا كنت في بدايتي قلت له ما أعرفه فاستحسن الأمر وشجعاني ولم ينهر لكن شخص آخر كاتب آخر مشهور لا داعي لذكره اسمه في نفس اتجاه لما جاء وقمت بنفس الدور أحاول أن أضع بين يديه بعض الأصدارات جديدة وكان شاعرا فقال لي من أنت حتى تعطيه جديد من أنت من تكون وحسبته يمزح معي ويتكلم جدية فقمعني وتعمل معي بفضل على كل حال رحمه الله وتجاوز عنه كين موقف آخر الأستاذ سعيد بنغراد كان بصحبتي جاءوا بعض الطلبة يسألون عن كتاب هم يعرفونه سلموا عليه سلموا عليه جاءوا يسألون عن كتاب حول السيميائيات كتاب قديم مطبوع في الثمانينات قلت لهم أن الكتاب غير موجود فأحالهم أستاذ عن كتاب سهل متناول يعني في مستوىهم يقوموا مقامه فسلموا عليه وانصرفوا من قبل أن ينصرفوا سألهم قالوا من يدرسكم فأشاروا عليه اسم فلاني أستاذ فلاني وانصرفوا أعطوهم اسم لما انصرفوا قال لي أترى إلى المستوى الجامعة كيف وصلت؟ هذا المرجع هذا المرجع لا يصلوا حتى للتنوين فضلا أن يقرأه تلميذ في المستوى الجامعي قال لي أترى المستوى وصلت إلى الجامعة كيف أستاذ يحيل على مراجح في غيات البساطة أنا عشت في التسعين من التسعينيات وصلت إلى الدباء كان تطور كان تجاه لحول كتاب الإلكتروني لذلك وقع تراجع أصبح نسمع كلمات لا أنا عندي كتاب ولكن لا كنت أفضلوا ورق هذه كنت أسمع كثيرا فمن كنت خوف الحواة مع الطلبة ومع الأسد العلم لا يأخذ من كتاب فلا يخوف على كتاب الورق أترى على بعض النوعيات من الكتابات أترى على بيع الرواية مثلا التنمية الداتية شكل الشيء المتدول هذا أترى عليه في المبيعات وصحيح ومجيش حاجة أترى عليه الكتاب الإلكتروني والPDF وحتى القرصنة قرصنة أترت كثير على الكتاب هذه النوعية من الكتاب لكن الكتاب المغربي حاضر كتاب القانوني حاضر لا يستطعون قرصنته ولا وصول إليه وحتى في الجامعات تأخذ كتاب تجري كتاب فنحن الكتاب الورقي أنا أرى لا أخوفون عليه لا أخوفون عليه ولهم يحزنون لأن الغرب الذي سابقنا في هذا المجال هذا ليابان ولا أمريكا سابقنا في البدائف وسابقنا في شبكات العنكوبوتية والآن سوف ترى الكتاب لما يصدق كتاب جديد شوف الزحام الذي يكون عليه شوف شوف المستوى المبيعات قرأت مؤخرا واحد الخبر واحد الكتاب صدر مؤخرا من واحد كاتب أمريكي الآن هو بكثرة توقيعه وكثرة ملتقياته مع لقاءه مع موسائل التواصل أصبح مرهقا بكثرة توقيعات بمعنى بمعنى ماذا؟ يعني الكتاب الوراقي هو كتاب العلم والبحث أما البدائف أو لا هي صحيح أثرت على كتب تراثية صحيح البخاري لما كنا نبيعه من المئات النسخ في الشهر لما نبيعه من المئات النسخ فالمصادر والمراجع فعلا توقعها كثيرا بزرة تحصل على معلمات المغرب التي فيها ثلاثين مجلد وكثرة تزادها أزادها فيها ثلاثين ثلاثين مجلد بكفئة كانت مجلدات كلها تحولت إلى بداية لأنها صعوبة التنقل صعوبة فكتب التراثية تأثرت بشكل كبير لكن كتب الحديثة كتب الفكر الإسلامي الحديث ولا كتب القانون ولا علم الاجتماع ولا الفلسفة ولا النقد ولا لم يتأثروا كثيرا فالكتب أنا لا أرى بأن الكتاب الورقي سي محيد بالعكس أحيانا التكنولوجيا تخدم الكتاب الورقي الآن أصبح نظام الطباعة إلكترونيا تحكم فيه من زمان كانت لازم تطبع ألف نسخة ألفين نسخة لا تبقى كتاب تطبع منه عشر نسخة فقط عشرين نسخة على حسب الطلب وهذا يخدم الكتاب الورقي لا أظن أنه سيختفي لا أظن أنه سيختفي لا تبقى 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 تبقى لا تبقى لا تبقى continصف أو